سبحان الله أعرف أعرف واحدة طبعا هي هذا ممكن أقل من سنة يعني أنا أتكلم بالعموم لأنه يعني هي ما أرادت يعني إلا ممكن فقط كإشارات عامة هي مختصر القصة إنه للأسف كانت يعني على علاقة بشاب ويعني وحصل واشياء من هذا طبعا ثم تعرف بلحظة الشاب اختفى اختفى من حياتها وحاولت بكل السبول أن تصل إليه ما استطاعت طبعا هي تعرف دخلت في حالة انهيار في حالة خذلان في حالة حكم عام على إنه ما فيه أمان بهذا الكون بهذه الدنيا ويعني تعرف الآن يعني دخلت على عالم الأطباء النفسيين وهذا مشكلة كبيرة جدا طبعا ما أقول لا هو علم لكن مشكلة المهدئات والأشياء ثم طبعا هي أصلا هي كانت قبل ذلك ليست على الالتزام يعني نعم الالتزام نسميه إحنا الالتزام العامي العادي تمام الالتزام العامي والعادي لكن سبحان الله رب العالمين جل جلاله إنما يستجلب الناس بالمصائب والمطالب الله يجلب الناس إليه بالمصائب وبالمطالب فهي لما وقعت عليها مثل هذه المصيبة مصيبة إنه هي كأنما شعرت أنها عبارة عن سلعة فقط وثم بعد ذلك ترهي طبعا هي حاولت إنه تتواصل معه فما كان منه إلا الصد والشتم والتهديد وإلى غير ذلك هي طبعا نسيان ما بدأت تنسى توبة تريد أن تتوب أو بلاش قبل ذلك هي فقط همها كيف تصل إلى هذا الشخص ما فيه في ذهنها إلا هذا طبعا سبحان الله تعرفت بطريقة أو بأخرى على بعض المقاطع المتعلقة في درب اليقين وفي درب اليقين هي عقيدة المسلم كيف تحسن ظنك بالله هاي هذا هو درب اليقين إنه كيف تثق بربك الذي وعدك تمام فهي طبعا ما كان منها إلا بطريقة أو بأخرى وصلت وقالت القصة كيت 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 قلت والله هذا كلامي دائما طبعا أغلب قلت والله أنا لا أملك لكم شيئا إنما أنا مبلغ كما قال الله للنبي إنما أنت منذر تمام لست عليهم بمسيطة وما أنت بهذه العمية عن ضلالتهم خلاص أنت فقط بلغ رسالة قلت أنا أنا لا أملك لكم شيئا الذي يملك الشيء هو الله قالت أنا أريد أن أصل إلى هذا قلت ممتاز أيوة أنت تريد أن تصل إلى الله سواء تعالى ممتاز ذكرت لها وقلت لها أنت ما الذي تريدينه بالضب قالت أنا أريد أولا أريد أن يتوب الله علي قلت له هذا أمر سهل هاي لا تقلقي من هذا الموضوع ربك كريم ورحيم ومد قالت وأريد هذا الشخص قلت أهو غيره قالت لا أريد إلاه قلت طي مدام تريدي إذن لا تطلبيه إلا بعد أن تجمعي ما بين طلبه وصلاحه قالت هذا هو الذي قالت هو جيد هو كذا هو كذا يعني فيه صفات جيدة وتريد أن الله يهدي ويشرح صدره ويعود إليه قلت لها منتز شرحت لها يا إخواني هو أكثر شيء يعني من هؤلاء الناس الذين يجدون الاستجابات السريعة أنهم ما شاء الله يعني هذولا أشعر أنهم كالأرض الطيبة التي تستقبل الماء فهي لأنها مضطرة ومحتاجة بدأت تستقبل هذا الكلام استقبلا رائعا قضية يعني التكثيف المعرفة الإلهية الشعور القرب المعية التصور الأشياء الكذا الكذا فهي ما شاء الله يعني أخذت بعض النصائح والوصايا ثم يعني هي صارت بعد ذلك المهم يعني بعد فترة فترة والله ما بعرف يعني تعرف ما تقدر أنت ولا أنا من النوع اللي يعني للأسف بعضهم أي قصة يكتب 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 عشان إيش يعمل لنفسه زباين والتريند أنا والله هذا مو شغلتي هاي هاي مو شغلتي ما عندي فكرة إني بدأ الله يعني قصص طارق خوال دا أنا مو هذا من النوع ولا إني بدي مش مدور شهرة يعني ولم دور إنه أترباح وكذا وإلا بإمكاني يعني أحصل من ذلك أشياء كثيرة والله لأن أشياء كلها تكون حصلت مع الإنسان فيما يعني هو خبر وفيما هو عالم المهم هي والحمد لله رب العالمين تلقفت مثل هذه ثم قلت طبعا بعد فترة أشهر ما أعرف بالضب هي تباصلت وقالت والله يا شيخ الحمد لله رب العالمين يعني هذا الشخص رده الله سبحانه وتعالى قلت لها كيف قالت الحمد لله طبعا لماذا أنا أقول كيف لأنه خلص الأمر تم الأمر تم فنريد أن نستفي قالت الله يا دكتور الحمد لله دخلت على درب اليقين وأكثر الشيء إن كنت والحمد لله أركز عليه الصلاة الإبراهيمية وأستشعرها وأتدبرها والاستغفار أتذكر ذنوبي أتذكر عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا قالت الحوق قال كان لها أثر عجيب في حياتي أني أنا أفوض أني أقول يا ربي ما في حول ولا قوة إلا بك وأنا ما إلي قدرة يا ربي إلا قدرتك وما لحول إلا حولك وهكذا والحمد لله وتقول كنت أتابع بعض البثوث وتابع وتقول الحمد لله يعني عوضني الله أول إشي إنه الحمد لله شعرت بلذة العبادة لذة الطاعة تغير فيه كل شيء نظرت للحياة تقول سبحان الله بعد فترة قليلة أيام يعني صار عندي قناعة تامة إنه الله لن يخذ لني وإنه رب العالمين استجاب لي وإنه هذا الرجل سيقل تقول مع إني أنا ما عاد لأي معرفة به قال الله ما عاد لأي معرفة به تقول الحمد لله يعني واستمرت على هذا الأمر استمرت استمرت تقول تقريبا شهرين لكن أنا أعظم المكاسب إلى استقرار النفسي تقول كنت عاصية بعيدة ما أعرف لا لذة صلاة ولا لذة يعني ذكر ولذة مرآن كريم أصبح قيام الليل بالنسبة إلي منهج تمام أصبح الصدقة إلي منهج أصبح الصلاة على النبي منهج الحوق لا استغفار القرآن بالتدبر طبعا هي قالت أنا كنت أكثر شيء والحمد لله أحب سورة الأنبياء يعني يعني فيها ذكر يعني زكريا ويونس وأيضا أيوب عليه الصلاة والسلام وكنت أحاول أني أنا أضع نفسي مكان هؤلاء وأتكلم مع الله طبعا تذكرت الآن هي أتكلم عن وضع أسباب الله أفعل أسماء لا الحسنة تقول كنت أقرأها أتدبره أحاول أني كل يوم أستخرج من بعض الأسماء أشياء جيدة قد كانت تدون بعض الملحوظات ثم تقول تقريبا موضوع شهرين قالت الله إني لا أعرف وإذا سبحان الله بهذا الشخص وإذا به موجود قال وجدته في مكان قال نظر إلي ونظرت إلي في نفس البلد قال فسبحان الله أخذني أنا الشوق وأخذه هو الشوق فيعني قال جلست أنا في مكان عام ما سمحت له أي معصية ولا شيء قلت له لماذا فعلت ولماذا ولماذا فطبعا يعني هو مر ببعض الظروف لا أريد أن أذكرها لأنه قلت لكم في بعض الأشياء خصوصية مر ببعض الظروف وصار بينهم نوع من أنواع يعني أنه هل ممكن نعود أو لا نعود نعود أو لا نعود طبعا قالت يا أنا ورأيت عليه مظاهر التزام قالت ليس هو ولا تمادى ولا شيء وجدت فيه هدوء فيه كذا يبدو أنه مر ببعض الظروف اللي ممكن تربي الإنسان بعض الأحيان فتقل ورأيت ورأيت عليه مظاهر التزام رجع والحمد الله ثم أصبح فيه مداولات لمدة تقريبا أسبوعين آخر شيء واذا يقول أنا لا أظن أنه فيه أفضل لي ولك إلا أن يجمعنا الله صحان على الحل قلت له هذا الذي أريده الآن قالت له لن أعود أنا وأنت إلى المربع الأول أنا طلبتك من الله وكذا طبعا هي لما أرسلت لي طبعا قالت لي الحمد لله أنني أنا الآن في الترتيبات النهائية لموضوع العقد تمام عقد الزواج إلى غذري طبعا هي تقول أنا المكان أنا لا أريد أن أفصح عن المكان كيفية تقول المكان ما كان يدور في خلدي ولا في تصور أنه يعني حالة أنه أنا وهو وإذا نحن بمكان فكل واحد من أخذ ينظر إلى الآخر فيتقول أن الذكريات والشوق قد ردنا والحمد لله رب العالمين هو قال لها قال لها أنا ما كان في بالي أني أنا أشوفك ولا في بالي أني عاد أتواصل معك ولا شيء لكن خلاص إذا أراد أمر أقول الحمد لله أنا يعني هي في لما تواصلت معي بعدين هي في الطور الحمد لله أنه كان ترتيبات العاقد والزواج وأظن أن المضوع زمان انتهى يعني تمام فهذا طبعا لاحظ أنه هي لما قلت لها قلت لها أنت بتطلبي من الله سبحانه وتعالى بعد أن يصلحه الله دعاؤها له كانت تدعو دائما اللهم يا ربي أصلحه ورده يعني كلمة اللي دائما أنا أقولها اللهم أن يستودعك سعادة روحي مع هذا الشخص تقول الحمد لله يعني صالحة بمعنى الطيش الأول والأخطاء والأشياء ما رأيتها عنده وتقول الحمد لله أن الله أرده وهذا طبعا هذه قصة موجودة وهي تعرفون لو أنها تسمعني صاحبة القصة وتسمح لي أن أعطي التفاصيل الكاملة والله ما بخلت عليكم لكن أنا أحاول يعني أحاول أني ألملم بحيث أنه بس حتى لأنه خصوصيات الناس في ذلك تحترم واضح لا في تفاصيل جيدة في هذا الموضوع لكن إحنا أنا إيش يهمني يهمني من القصة أنه دعاء هذه الأخت بأن الله يرده بعد أن غدر به وأن يصلحه بعد أن كان فاجرا وهي كانت على خطأ أيضا فأصلحها الله وأصلحه الله وبدل أن يكون الأمر بالحرام أصبح والحمد لله بالحلال واضح وما يعلم جنود ربك إلا هو واضح الله طيب إن شاء الله نكون وثقنا يعني ما هي وحدة من هاي ما خطر الحمد لله في ذهني لأنني أنا شعرت أنه اليوم أنتوا بتكم قصة فسبحان الله استخرجتها من الجوال لأنه أنا أعمل سحب الصفحات لما الرسائل فأحتفظ فيها فجاء في بالي فسبحان الله سحبتها اليوم ورأيتها طيب أسماء بتطبيق